مرحبا بكم في قناة اياتيك انفو و مرحبا بكم في فيديو جديد و مراجعة جديدة اليوم ان شاء الله الاخوان هاتف مشاركة يومي كيف ما كتشوفوا معنا معنا ريد ميديس 2022 كيف كان عرفو كاملين الاخوان العام لفاس كان ريد ميديس و اليوم ريد ميديس 2022 يلا خرج في الاسواق المغربية غادي نعرفو شنو ضاف شركة سامسونج في هاد الهاتف و شنو الفرق بينه وبين النسخة اللي فاسس فتبع الفيديو حتى الاخر باش نعرفو جميع قاعد تفاصيل ازاد شركة شيومي في هاد الهاتف او لما كين حتى شي جديد لأول مرة كيشوف القناة اتقابونا وفعل زي الجرس باش ديمة توصلوا بالجديد ان شاء الله ونبدأو الانبوكس ديال الهاتف ونشوفو محتوى افتوية العلو بسم الله ونبدأو على بركة الله اول حاجة هنا الاخوان تلقوا هذه الكريطين هنا هنا لبرا لنبدأ الكارت سيمو وكارت مموار ونسط منها تلقوا هنا دليل استعمال مع القارونتي ونحن هنا هنا بطوشت تليفون سيليكون هنا يقلقوا الهاتف هنا يا الاخوان لدينا قابل الشاحن ونحن هنا الشارجر ديال الهاتف هدو ماليز اكسسور ديال الهاتف ودهبان دوزول تصميم ديال كيفما كتشوفو معنا الاخوان هذا هو تصميم ديال ريدمي ديس في عام 2022 بالنسبة لتصميم سامبل وزوون ونحن هناك أي فرق ما بينه بين النص خلي فاسس هنا الشكل الكاميرا تأتي في هذه المساطة الخارج على الضر ديال التليفون هنا ربعا ديال الكاميرا مع فلاش ليد وهنا تحت لوجو ديال شركة ريدمي اما بالنسبة ل الضر ديال التليفون والإطار فهما مصنوعين من البلاسي والذي يزوين في الضر ديال التليفون لا يجعل أصال البصامات من ناحية الوزن في الضر ديال التليفون فهو يزن 181 كرم من الفوق الهاتف لدينا ميكروفون لدينا الميكروفون الثاني لأن الهاتف فيه استيريو ودينا مدخل لكي 3.5 ميلي كذلك لدينا خاصيات وهذه الخاصية المعروفة في هاتف شيومي كالتحول ريموت كونترول أمام التحدي الهاتف لدينا ميكروفون المكالمات مدخل للشاحن تيب سي ودينا سماعة خارجية لأن الهاتف استيريو كيف قدنا ومن المصر الهاتف لدينا ميكروفون المكالمات لدينا ميكروفون المكالمات ومن المصر الهاتف لدينا أضرار تحكم في الصوت وزير تشغيل وكيف لا ترى الأخوان مدمجة مع البصامات سوف نستوي الأداء لكي نعرفها كيف تغلطوا لعنا كيف لا تلاحظوا الأخوان فهنا يجعل أداء سريع لا يوجد أي مشكل وليس تغلط أما إذا نرى الشكل الهاتف من القدام كيف لا ترى فحجم الشاشة متوسط بالنسبة لشكل الكاميرا تسيل في هنا وجدتنا مدمجة مع الشاشة والحواف ديت التليفون لا تغلطوا كثيرا كيف لا ترى الحفة التي تحتها أما هذا الأخوان سنذهب إلى الشاشة الهاتف ونرى المواصفات ونرى كذلك كيف يفرق ما بينه وبين نصخة لفاسس دعوكم معا بالنسبة لشاشة الهاتف ريدمي ديس 2022 جاءتنا بحجم الصفة صلى 5 بوس النوع EPS LCD ولكن الأخوان بدقة FHD Plus 1080x2400 بيكسل وكي يصل عدد بيكسل 405 بيكسل كل إنج أما تحديد الشاشة فهو 90 هرس بالنسبة للهاتف سوف تكون في هذه الشاشة لأن 90 هرس سأعطيك ثلاثة وخفافة نقول لا يوجد تطبيقات كذلك في الهاتف وما نسوش فعرض الشاشة هنا يأتي بـ 20 هرس وقد أتينا بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass الجيل الثالث وكيف لا تلاحظوها هذا شاشة ألوان فيها واضحين وزوينين وبالنسبة لفرق اللي كان بينا وبالنسخة لفاس فلا تحتاج إلى فرق الأخوان سوف نفس المواصفات اللي كان ينفذ الشاشة وهم اللي كانوا في الشاشة لفاس ودابا الأخوان سوف ندوزوا البروسيسور للهاتف ونشوفوا ما من المعالج به بالنسبة للمعالج اللي كان في ريدميديس 2022 انفاجهنا من MediaTek Helios G-108 معمارية تصنيع 12 نانومتر ومعالج رسومياز ماليس G-52M-6 سوف نفس المعالج اللي كان في ريدميديس 2022 هو اللي كان في ريدميديس 2021 ما كان حتى شي طغياء بالنسبة ل 12 نانومتر سوف تكون تكون صمي شوية الباتري وبالنسبة لهاد المعالج ديها 88 سوف نعرفها الإخوان الناس ديها لكم تعولوا عليه فليجو كذلك سيعطيكم واحد الأداء اللي يزوين خصوصا مع تسعين هيرس اللي كان في الإكران سوف تعطيكم ثلاثة وخفة وبالنسبة للناس اللي لا يلعبوش سوف يستغلوها للمعالج هذا سوف يعطيكم أداء مخير بالنسبة للتليفون جنب اندرويد 11 بواجهات شيومي 12.5 كيفما تلاحظوها الإخوان أما إلى جنة نظروا على الرام والسطوكاج فالهاتف جنب 4 جيجا في الرام و 128 جيجا في سطوكاج ودابا الإخوان سوف ندوزوا الكاميرا الهاتف ونشوفوا المواصفات بالنسبة للكاميرا الإخوان كيف قلنا كينا 4000 كاميرا السابقة والأول و الاساسية ان تضغط خمسين ميجابيكسل بسعدة 1.8 والكاميرا التاني ان تضغط قد 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 قرب القد قد 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 ق بالنسبة للكاميرا الخاص Durch و و تتnight أما بالنسبة لكاميرا السيلفي فجأتنا بضيقة 8 ميجا بيكسل في 6 عداسة 9.0 سوف نحكم مع بعض صور متقطين بهذا الهاتف لكي نحكموه على الكاليت التصاور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعدها لم ترى المواصفات الكاميرا ومشاهدنا البروصيسور في الهاتف لفضيلة تصميمه بعدها نزوجه الهاتف بالنسبة للهاتف بسعادة 5000 ميلي اوم بار بقدرة شاحن 18 ميلي اوم بار وكيف لاحظنا الهاتف مع الهاتف أما الهاتف بقلينا الهاتف ونرى هذه المواصفات سهو شي سهل ولا لا كذلك سنرى وجدنا نفس الثامن النسخة لفاسس 2021 فبالنسبة للثامن الهاتف الاخوان ريدمي ديس 2022 النسخة 4 جيجا فرام و 64 جيجا فستوكاج قدر 1850 درام وبالنسبة للنسخة 4 جيجا فرام و 128 جيجا فستوكاج قدر 2000 درام كيفما رأيتها الاخوان تليفون دائر الثامن مقارنة مع المواصفات اللي فيه كذلك الاخوان جانا زايد شوية على النسخة لفاسس في الثامن هاتشي لكينا الخوز بالنسبة للناس اللي باها تشري تزيد تسافد وتزيد تقلب على رأسها وما تزربش ما عرفش على الشركات يومي دارس هذه القضية هذه خرجتنا هذه في 2022 بتامن طالع وهو نفسه اللي كان في النسخة لفاسس المهمة الاخوان هاتشي لكينا نطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله مراجعة جديدة ما تبخلوش علينا بلايك والبرتاج مع الأصدقاء باش كل شي ستسافد وكل شي يعرف شنو كائن تبارك الله عليكم السلام عليكم